اشتركوا في القناة السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء بتطوير اداء اجهزة السلطة التنفيذية واصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالاخص تعيين المدرى ومن في حكمهم ونقلهم الى الوزرات والهيئات الحكومية المادة الثانية يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية وتشكيل مجلس الخدمة المدنية المادة الثالثة يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية المادة الرابعة يلغى المرسوم رقم 22 لسنة 2011 بنقل تبعية ديوان الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء كما يلغى كلنا الصينية عارض مع حكام هذا الامر